اشتركوا في القناة يلا مين هيعمل الطقوس؟ فاتح هو ومرته طبعا يلا فاتح سماع ابني انت لسه ممطلق مشان هيك بدك تعمل الطقوس انت وتيجو وهذا الطلب مني يلا تعالي بنتي عائلة فاتح ما رح يخلو هالطلاء يصير في حدا مبسوط هون وحدا مزعوش عملت طقوس قد ما بدك تيجو بس هالشي ما رح يغير لك حظي اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 اليوم خلص العيد وهلأ تيجو حتترك البيت والفرح رح يتركنا بس تطلع تيجو؟ 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 أنت حتروحي مو؟ حلو كتير يلا باي تعرفي؟ هلأ فيه شغلات كتير رح تتغير وألوان الحيطان رح بدلهم؟ منشوف؟ تيجو حتروحي موضوعي موضوعي موضوعي؟ الله يحميكي نتبهي الله يحميكي رح حلّلك مشكلتك بسرعة وترجعل عنا وهلأ نحن رح نمشي عن إذنكم أخيراً قدرت طلعها لتيجوا من هذا البيت وهلأ لازم أتأكد إنما ترجع لهون مرة تانية غرفتك هلأ ما عادي نقعد فيها أبداً مشان هيك أنت لازم ترجعي ع بيت أهلك لأنه ما في مكان إليك هون تاتا وشو صار بعدين؟ وشو رح يصير يعني؟ كان هداك الرجال شخص كتير كتير عنيد كان لسه مصمم يشتري هالبيت لو شو ما صار لهيك إجيتوا فكرة بشعة راحوا جاب فار ميت وحطوا بخزان المي اللي بالبيت جاب فار ميت؟ إيه واللي صار إنه صارت تطلع بالبيت ريحة كتير بشعة الناس اللي كانوا بالبيت كانوا متضايقين كتير المي صار توسخة كمان وكل الغرف بالبيت ريحتها بشعة وما قدرو يضلوا بالبيت أكتر من هيك لهيك صاحب البيت خاف وصار يقول مين رح يشتري البيت وريحتوا بشعة قام راح لعند الرجال التاني وباعوا البيت من شان يخلص من هالمشكلة ويرتاح أما الرجال التاني انبسط كتير وما نوعرفان بشي مو ما أقول ستي عن جد فكرة هالرجال كانت حلوة كتير مو هيك تيجو؟ لا مو حلوة اللي عمله كان تصرف غلط وبشعة كتير مو ما أقول ستي عن جد فكرة هالرجال كانت حلوة كتير لو سمحت توقف السيارة شبك يا بنتي صعير شي اشتركوا في القناة 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 للحقيقة مو الفار هو سبب هالريحة هي شو كل هذا يا سمين؟ الحكي اللي عم تقوله تيجو صح؟ لا لا هوي ما عملت اي شيء ابدا سدهوني ما قالي علاقة انا بس كنت حابة اعمل شيء لساعة تيجو مشان هيك فتت عالغرفة كنت بدي اعرف من وين طالعها هالريحة البشعة ولما دورت منيح لقيت الفار الميت تحت غطى انبوب التكيف عنجد؟ فتحتي غطى المكيف ولقاتي الفار بكل بساطة؟ كيف وصلتي للمكان اللي ما وصله العامل؟ برافو عليكي عنجد؟ احكي يا سمين ليش ما حدا غيرك لقاه؟ قولي انا رح الكن لانه هي بتعرف المكان وهي اللي حطت الفار الميت بييده هنيك يلا اقولي انه هذا الحكي معنو مصبوط احكي ليش هيك ساكتي يلا شو كل هات؟ شو الموضوع؟ شو اللي صاير؟ شوف فاتح تعرف شو؟ تيجو عم تتهمني بشي ما عملته وما دخلني فيه بس كنت بدي ساعدة واعرف الريحة البشعة من شو لهيك رحت على غرفتا مشان دوري عسبب الريحة من وين طالع بس تيجو عم تقول انه انا خبيته بفتحة المكيف طيب ليش نعمل هيك فاتح؟ انا لقات الفار وجبته لهون ووقتا صارت تيجو تتهمني انه انا السبب بكل هالشيها بس يا سمين ما في داعي تعملي هالحركات كلها قدامي لانه انا بعرفك منيح انتي اختي بديك تطلعيني من الغرفة مشان هيك عملتي كل هالشي يا ترى انا عم كذب احكي قولي قولي ياللي صار انتي اللي حطاتي الفار الميت بغرفتا ولا لا؟ لا حماتي شو هادة اللي عم تولي انتي حتى انا ما بقدر فكر اعمل هيك شغلة صدقيني انا ما عملتش وما الي علاقة بهالقصة اذا مو انتي مين اللي عمل هيك لك يلا احكي الحقيقة ليش عملتي هيك؟ بابا استنى تجو شو هادة اللي عم تحكي؟ وليش لتحط ياسمين فار بغرفتاك؟ عندك دليل على هالحكي؟ انتو اللي بتكون دليل مو انا هي اختي وانا بعرفها كتير منيح نحنا سمعنا هالقصة لما كنا صغار من ستي صح ياسمين؟ اذا نسياني انا بذكرك من هون اخدتي فكرة الفار الميت مو صح؟ تتذكري قصة الرجال اللي كان بده ياخد البيت فحط الفار الميت بخزان المي لا يخلي صحاب البيت يطلعوا؟ وقت عجبتك هالفكرة كتير وهلأ استخدمتي معي انا شو صار لك؟ عم اقول الحقيقة؟ ولا عم احكي شي غلط؟ اذا ما كان اليك علاقة لكن ليش متلبكي هيك؟ ومتخبية ورا فاتح؟ انا ماني عم اتخبى انا عم احكي كل الحقيقة لاني ما صويتشي ابدا حاجة كذب بقى ياسمين ليش لحتى اكزبتي جوه؟ انتي ياللي عم تكذبي ما عم كذب لانه صار الشي اللي بدي اياه بس انتي مو قادرة تتقبلي انه ماضل اليك ولا شي بهذا البيت ابدا انا عم حاول خلي الكل يحبني بهذا البيت بس انتي بتحاولي دايما تنزعي لي سمعتي ليش عم تساوي هيك؟ قولي شو رح تستفيدي بهالشي؟ اساسا انا ما عم افهم انتي ليش لستاتك بهالبيت اللي ماضل اليك في ولا شي بعد ما انتي وقعت على وراء الطلاق انتي وفاته لك مين انتي لحتى تحكي معاهي؟ بابا الله يخليك انت نفكر انه تيجو دائما صح؟ بس ياسمين ما غلطت ابدا ليش تيجو لستاتة عنا بالبيت؟ بعد ما انتهى كل شي بيناتنا يعني ليش عم تعقدوا الامور كل هالقات فهموني؟ سألي اللي عقد الامور هيك فاتح انا وقعت على ورقة الطلاق لاني بدي خلي الكلمة بسوط ومرتاحة بهالعائلة قلتلك لا تختبري صبري بس انتي ما رديتي عليه مفكرة انك رح تقدري تاخدي الغرفة؟ ولا البيت؟ مفكرة رح تاخدي كل شي تماما مثل وقت كنتي تاخدي كل شي مني لما كنا انا وياكي صغار ياسمين؟ لا خلاص انا معد اسمح لك بهالشي مستحيل لا تهدديني تيجو انتي وقعت على الوراء هذا الحكي صار بلا فايدة هلا اشتركوا في القناة 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 وبهي الغرفة كمان وساوي اللي بدك يا ما بيهم شو سمعت مني؟ عم جد بترجاكم بترجاكم صدقوني عمولي الحقيقة تيجو عم تكذب عليكم صدقوني انا ما عملت هيك شي ابدا سكتي بقى حاش تكذب تيجو شافتك وانتي عم تشيلي للفار من فتحة المكيب في غرفتها لهيك خلصنا واقفلي دموع حتى مسيح لما بتقول شافتك معناته هالشي صار عن جد يا يا سبيك بترجاك جدي حاولت تصدقني على القليلة انا مستحيل اني ساوي هيك شي حماتي انا ما ساويت هيك شي بترجاك ستي وانتي فاتح طيب اللي انت عندك ثقافيني ولا لا مصدق انه انا فيني ساوي هيك شي موسيقى موسيقى بكفي طالما انتو كل ياتكن واسقين بتيجو فانا كمان واسق بياسمين موسيقى 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 ياسمين أنا ما بعرف شو رأي الباقية بس على قليلة حكيلي الحقيقة ليش ليش فتي على الغرفة وكيف لقاتي الفار بفتحة التكييف قليلي عنجد معناتها أنت كمان بتشك فيني متل باقي العيلك اللي ياطم أنا ما عم شك فيكي بس بصراحة أنا بعرف قديش هي الغرفة بتعني لك أنت يا سمين إي أنا فتت على الغرفة لحتى أشوف من وين كانت جاية هالريحة الفشعة وفيك تقول أني لقاتي الفار بفتحة المكيف بالحظ حظ أو نحس هادي اللي صار معي مو زنبي أنا بس أنت هلأ عم تشك فيني صحكي مو هيك فاتح؟ لا أنا ما عم تشك فيكي أبداً مو معقول فاتح شو؟ أنا هلأ لحتى فهمت كل شيء ايه؟ تيجو كانت هم تخطط لهذا الشيء من الأساس هلأ فهمت هي ساوت كل هذا عن قصد حتى تنزع سمعتي قدام كل العائلة ياسور بالأخص قدامك أنت ليش ما رجعت؟ على بيتنا لعند بابا وماما ليش رجعت لهون؟ يا ربي فاتح بالأول هي إجت وراحت وبعدين رجعت لهون وعم تتهمني وشقت وراقت طلق أنا متأكدة أنه كانت أصدق الخطوة عملتها هي كانت خططة من الأول صدقني والله فاتح لا لا ياسمين لا تيجو ليش لحتى تساوي هي؟ تحسدنا وبتغاهر من حبنا لبعضنا وبعملتها هي عم تحاول أنت بعضك عني بعرف هالشي ياسمين بنت زكية كتير وفوق أداهية كمان لأنه فيها تساوي أي شيء بس هلأ فاتح معه وعم يسمع منا ليش ابنك فاتح والد يعني؟ لحتى يصدق كل شي بتقوله؟ يا أبني فاتح معمي بحبه لياسمين لهيك ما رح يستوعب الحكي اللي عم نقوله أبدا لازم نخليه استوعب هالشي هات نحنا لازم نحكي مع فاتح ونقنعه إنه هي ما بتستاهله ولا بتستاهل هالعيلة بس يا حماتي كيف بدنا نقله هاد الشيء؟ خلص التركية عليّي جوربريت نحنا لازم نعلم درس لهي البنت لازم نساوي تمثيلية صغيرة قدام فاتح ماهي اسمعيني شوي بس هاد الشي مو صح ياسمين هي ما رح تساوي هيك؟ انت هم تشك فيني بعد ما تركت كل شي وراهي؟ وجيت لعندك عالبيت لهون؟ صدقيني أنا ما عم شك فيكي أبدا بترجعك لازم تحكي معي بنوب أنا كمان معاك بدي أحكي معاك فاتح تركني لحالي وروح من هون يلا شو عم تقولي؟ روح من هون ياسمين اسمعيني بس؟ روح إذا سمحت ياسمين ما بصيري ما بدي أحكي معاك بترجعك له فاتح خلص ما بدي أحكي بشي لازم خلي فاتح يصدق أنه تيجو هي اللي ثابت هالشي ما لازم خليش يكفيني أبدا الظاهر إجيت على عنوان غلط نحن ما طلبنا شي أبدا لا لا هذا هو أنت غلطان أنا متأكدة أنه ما طلبنا شي روح تأكد من العنوان طيب هاي أنت شو خبيت؟ ولا شي أبدا ورجيني هاد بديش الفار الميت عندكن؟ أنت شو عم تقول؟ قل لي أو رح أحكي الشرطة لحتى تيجي تاخدك ولا؟ أخي أنا زلمي فقير وعندي عالي خلص تركني بترجعك خلاص مين يلي طلبك؟ المدام يلي طلعي هي طلبك هاي الستية لي طلعت؟ روح لازم تيجو تحكي لي الحقيقة بكل وضوح ليش عم تساوي هيك؟ هاي تيجو بمشكلة بهاد الوقت لا، مطلوب شوية اهتمام، بس عملوا جهتكن أنه ما تتعرض لأي نوع من أنواع الضغط النفسي، لأنه سكت قلبية تانية بهذا العمل رح تقتلى. ليش ما قال فاتح شي لا تيجو؟ فاتح ابني؟ شبو راسك؟ أه، ولا شي، بس عم يجعني راسي من الصبح تعالي قعد هون اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى فاتح شو صر لك شو واجهك ليش ما قلتلني إنه راسك واجهك حوافتني عليك خليني يدلك لك راسك خلاص يا سمين لا تخافي أخدت الدواء هلأ بيروح الوجه تيجو دائما نعيونا ما بتشيلن عن فاتح ليش هي لحطة تعطي الدواء؟ أنا عندي إيدي وفيني يهتم فيه كمان حماتي نحنا رايحين بدك شيء؟ قولولي مع كل مصاري؟ إيه معنا روحوا وانبسطوا كمان معهي لوين رايحة؟ تعالي لهم وين رايحة؟ لازم نبلش تمثليتنا تمثليت شو ستي؟ قولي بالك وبكرة بتعرفي كل شيء معهي؟ أمتى بيوصل؟ شويو بيكون هون ستي أهلين؟ مرحبا تعا أخي شوف مين إجل عنا؟ لا تامي سامي كيف أتمنى عنك؟ كيف صحتكم؟ اشتقتلكم كتير؟ نسيتنا بعد ما تزوجت انتو بتعرفوا شو بيصير بعد الزواج؟ كنت مشغول بزواجي ودراستي بس بما أنكن هون هلأ شو رايح نروح نعملنا شي قصة؟ نشرب قهوة مثلا يلا استنوا شوي لوين رايحين ما بدكم نسلموا علي؟ أهلين ستي أهلين وسهلين مرحبا سهلين مرحبا سهلين مرحبا سهلين مرحبا سهلين الله يحفظكم الله يحميكم أعدوا هون وخلينا نفطر يلا تفضلوا يلا يلا أعدوا معهي يلا جاهزي الشاي والفطور على السريع ستي مين هدول اللي إجوا؟ هدول رفقات فاتح رفقات فاتح؟ رح أطبخ شي استني شوي هي بتطبخ مو أنت يلي حابة تدخل قلوبنا ياسمين؟ بدك تاخدي محل إختك؟ هاي إجتك الفرصة لحالة هلا إجوا رفقاته لفاتح ولهيك إذا بتعملي معروف يعني عملي شاي وضيفيهم وساندويش وكمان اطبخي كباب ومعجنات يلا روحي وجهزيهم بسرعة ياسمين بدي أطبخ كل هدول؟ إيه وليش اتفاجأتي؟ تيجوك اليوم بتطبخ لنا على الأكلات الطيبة على الأقل أنت حتطبخ لرفقات فاتح آم ستي أنا بس فيني أطبخ الباكوراس هو بيطلع معي كتير طيب وبشهي إيه طيب جهزي الباكوراس بس لازم يكون طيبها ماشي يا ربي كنت عم بتهربوا من الطبخ لما قلت لها إني بعرف حضر الباكوراس بس كيف بيعملوا هاد؟ شو بدي يساوي؟ ما رح تعرف تطبخ لحالة أنا رح روح وساعدها على فكرة أنت مو معقولة لستاتك عم تفكري فيها بعد كل شي ساوتهم بارح معيك تيجو فاتح لازم يعرف الصفات يلي عند البنت اللي بيحبها مو هيك؟ ولا أنا غلطانة يعني؟ ستتي يلا ارتاحي شوي ما رح ارتاح إلا لشوف المشكلة هي اللي رح تصير هون بعد شوي يلا تعالوا خلينا نلعب مرت أخي تعي معنا كأني كترت كتير من هاي الشدة كأني كترت كتير من هاي الشدة كأني كترت كتير من هاي الشدة كأني 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 كترت كثير من هاي الشدة لا كأني 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 gibi رح تص котором هاي اريأ عهق ك المبات كأني 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 كأنا ومغم كأني كدرت ك shin مرح لا אל هل demonstrate شو هاد؟ مين بيساوي الباكوراس هي؟ شو هاد تخبيص هاد؟ شوفو شو عمله ستيح؟ جيبي ما يفتحي يلا ما يفتحي يلا استعجلي شوي هاي الباكوراس مو مستوية ميح؟ سربي وفيه كتير بهارات وحد كمان ستيح؟ أنا رح رح شوفها آه ديتي جو بس شو بدون يحكوا رفقاته لفاتح؟ ما بهمني شو هيحكوا لازم فاتح يعرف كيف يتعامل مع المرأة اللي اختارها وبدلك فيها خليها هي اللي تهتم فيه مو انتي مرحبا يا ياسمين مرحبا يا ياسمين تفضلوا يلا بلشو كلوا مرحبا يا جماعة يا أهلين أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يلا نطلع ونعود بالحديقة يلا طلعوا ناكل أبي يلا بسيطة يلا شغلون يلا شغلون هذا آراب رفيق لعبي لا تخجلينا إذا بتريدي يا الله شو جابوا الهلا؟ لازم أرجع أطبخه كيلوا صحوا هنا أنا أكلت سلم إيديكم كيلوا يلا شغلون كانت أطبخه 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 أوه ريحة هالباكوراس هي بتشهي يلا دوء وعطيني رأينا يا ربي شو رح يصير لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدون